ببالغ الحزن والأساة لقت متوسطة بوعيسي الجلالي بولاد فارس بولاية شلف خبر وفاة تلميذ مقنين أسامة الذي يدرس بالمؤسسة قسم السنة الثانية متوسط رقم أربعة على إثر حادثة انقلاب الجرار على المرحوم بإحدى منحدرات منطقة حوش الغابع وبهذا المصاب الجلل نتقدم بتعازين الخالصة لأسرة الفقيد راجينا من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه كما شهد له أساتذته بحسن سلوكه وسيرته الجيدة رحمه الله ونعاه أساتذته كالتالي والله يا أسامة كل طاقم المؤسسة يبكيك ونحن حزينون على فراقك نسأل الله أن يتغمد روحك الطاهرة برحمته الواسعة وفاتك شكلت لنا صدمة لأننا كنا نحترمك رغم صغر سنك فكنت دائما بشوشا ومتخلقا ومحترما رحمك الله يا أسامة لن ننساك ستبقى في قلوبنا إن لله وإن إليه راجعون